ازاي وانا بسمع سيد مفيد على الاذاعة ابقى حاسس ان انا شايف الشخصية بتقدمها لنا ازاي شوف حاضرتك قلت ايه ابقى حاسس الممثل اللي ما بيحسش ماينفعش ممثل طب بتوصلها لي ازاي؟ حاسس مفيش حاجة اسمها ان انت مش شايفني فنعمل بحاجات صوتية كده لا مينفعش مش هتصدقني على فكرة لان احاولك على سر انا وانا عائل صغير في اعدادية كان فيه مسلسل بيتزاع على محطة صوت العرب كان اسمه اديب طبعا قصة طاع حسين فكان الدكتور طاع حسين بيقول مقدمة هذا المسلسل بصوته اهه فانا وقعت في غرام هذا الصوت وانا وانا سمعت صوته طبعا وسمعت صوته في دعاء الكروان بالصبب ابلها ابلها فهو لما كان بيقول هاجه قصة ليس فيها شيء من الخيال وانما اقصه شيئا قد وقع اقصه كما وقع او في المكان او الاماكن التي وقع فيها الى اخر المقدمة دي فانا قعدت تلاتين يوم حريص جدا الساعة خمسة اسمع المقدمة دي فانا بعد كده عملت طاع حسين اه لكن انا بقيت اسير طاع حسين من لحظتي لما جيت اعمل طاع حسين بقى على المسرح في المسرح القومي انا مش كنت سعيدة انا كنت احلق وكنت عائل صغير كلام دي كانت سنة 1990 متخرج لسه طاظر من معد عالم فهو المسرحية وكان لسه احمد زاكي عملت شخصية ولسه احمد زاكي عملت شخصية فقالولي انت حتفرم نفسك لو عملت الشخصية دي اوعى اجري كنت لسه يسأل حياتك وانت بتقدم طاع حسين وسابقك استاذ محمود ياسين وسابقك استاذ احمد زاكي فبتتحط هنا في مقارنات صعبة وفي نفس الوقت اظن بس بقده صحينا هنا غلطان ما بتبقاش خايف تقع في فخ التأسر باداء احمد زاكي او التأسر باداء محمود ياسين ما انا قلت لحضرتك اوه انا عندي الرفرنس بتاعي طاع حسين نفسك طاع حسين شخصيا يعني لما تيجي تقول بيه سبع عمل jobs añgoing ما تقرنوش باداء الاستاذ الاستاذ يكسب يعني لا يصح ان تضع مفيد عشور في مقارنة مع الاسد ذاك كبار احمد زاكي ومحمود ياسين لا يا صح مقارنة ظالمة 800% لكن حطني في مقارنة مع الشخصية الأساسية يعني شفني قربت من الشخصية الأساسية ولا لأ بس هو ده الفيصل احنا ممكن نتجدل ونختلف في الحتة دي انا مش من أنصار انه ما حطش مقارنة ممثل لو احنا افترضنا استاذ مفيد مع مثلا استاذ احمد زيجي لانه وليه اقول لك الحاجة استاذ يوسف يعني طب علا ده معنى ان انا مقارنش مثلا احمد زاكي ومحمود ياسين بزاكي طلايمات لا اقول لا احنا بلتكلم على شخصية شخصية عملها واحد واثنين وثلاثة شخصية واحدة يعني الرئيس السادات عمل استاذ احمد زاكي وعملوا فلان وفلان 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 ايهما اجادة ما هو لو محدش تفوق على استاذ احمد زاكي الله يرحمه في هذا الاداء يبقى احنا عندنا كده فقدنا حلقة من حلقات التطور في الاداء التمثيل لا خلينا لازم حد يتفوق لا خلينا بس خلينا نضع لنحط اقدار اسدزتنا صح لا يصح لا يصح باي حال من الاحوال ان يتطول حد على اسدزة طبعا خالص ولا يليقوا مش مهم لان احنا في عصر بلا اسدزة في تطاول شديد جدا على اديال كثيرة متحصل فما فيش داعي ان احنا نتطول على الاباطرة دول اباطرة التمثيل محمود ياسين احمد زاكي مع حفظ الالقاء كان جير عظيم صدس محمود عبدالعزيز اسماء كتير اسدزة كبار جدا لا يا صح ان احنا يعني لما اقول ان انا عملت على استحياء انا بقول على استحياء وانش بقول الكلام ده عشان لا انا بتتكلم بجد عملت على استحياء عملت طا حصين عملت الرئيس السادات يعني انما دول اسدزة كبار اسدزتنا دول اسدزتنا ممكن ممكن ممثل تناول الشخصية بشكل مختلف حلو ده خليها بشكل مختلف بلاش بشكل احسن من لا مش لازم تبقى احسن لكن اختلف اختلف بشكل مختلف بشكل مختلف حلو جدا قد تكون انت طبقة صوتك انت مثلا اقرب لطا حصين خلينا نقول كده قد تكون طبقة صوتي اقرب لطا حصين اقرب لان انا ماينفعش اعمل طا حصين زي ما انا بتكلم كده استحال ماينفعش لازم اعود زي ما كان بيعود ولازم ما اقول حاجه لازم الحاجات اللي لازم دي تبقى موجودة قد تكون طبقة صوتي اقرب لطا حصين قد مش هي اقرب لا قد تكون تفيد الاحتمال تفيد الاحتمال وانت بقى اللي تقول اذا كان اقرب ولا ابعد ولا كلام من ده ولا ايه هو انه طول الوقت بيحترم حضرتك ودلوقتي بيحترمك زيادة اكتر واكتر وما بجد دي شيء من الكبار فعلا